اشتركوا في القناة ما قدوش عليها الناس كيحاولوا يبيعوا مني كيحاول يبيع انت يا بشي جا عندك عارض ولا كبيعش تريف هاد المهنة كتبغي تخلصوا تتما عندك سيولة انت ما بيعش والاسواق اللي هي اسواق كبيرة وحنا كنت عاملوا مع كل حفاري ولا كل منجرق اللي هما اسواق عارقة واسواق ديال الجملة وكذا وممكن اننا نبيعوا لهم حتى احنا حتى هم كانوا سيدين يلا فتحوا ولي اذا احنا ما ما استطعناش نسيروا حاليا بقى الامور عندنا متدهورة الى حد ما يعني بنادم هنا قلس ممكن تجي شي وحدا تقدر تقول لك ردلية عفاكرة عندك شبارة كم من شهر ثلاثة ولا من شهر جوج وانا فامس الحاجاء اللي هردها ليا وهذا وقع عدنا بزا فسوق كتقولك عفاكرة ردلية يا رانا ما كرهتش وما غادش نكمل هذيك البيضاء اللي هي عندك وكذا وهذا المسألة كنت رحو فيها بزاف وكنت رحو فيها بزاف الناس كين اللي كيجي كان كيتصارف معاك فيه تلس مية درهم ولا مئتين درهم ولا خمسين درهم ولا كدا هذا هو اللي كينا اخوها الوضعية الحمد لله انتمنى وانها تتحسن هذا اللي كانت منه هو يجري علينا ما يجري على غيرنا وعلى سائر التجار في المغرب لان من بعد الجائحة والجائحة لا زالت وما زالت الاحتياطات الاحترازية والوقائية موخوضة الوضعية انت كتشوف اذا شفت دابة وضربت جولة في السوق تلقى بي ان المحلات فعلا حالين لكن لازو بناء ادهب اخويا بالنسبة لقيمة دياله حاليا في البرصة ديال العالمية ادهب ثمان دياله مرتفع حيث ان الدهب الخام اللي ممكن ياخده صنيعي ويخدمه اليوم فايت 400 درهم عاد خصو الاجر دياله ومن بعد الاجر دياله عاد خصوه وحش ويد الرباح دياله ديال العشرة درهم فالدهب غالي شيئا ما ولكن ولو غالي البيع عشرة مكنش حيث احنا لا يهمون الغلاديال والارخال اللي يهمنا هو ان الحركة تكون كتروج ان الزبون كيكون يرغب في بيع ولا في شري ولا كان يرغب في شري هو احسن لنا لكن حاليا حاليا حتى لا بغيتي تبيع انت مازال صنيعية مازال محلوش اصحاب المعامل الكبرى اللي هما كيصنعوا مازال محلوش والدهب مرتفع اللي اخذت الدهب دابا وبغي يصنعوا وبغي يعرضوا السوق على حساب الوضعية اللي كنعيشوها الان والتدهور دي القدرة الشرائية ما حتى المواطين الى فات ليه 400 درهم لا استطيع انه يقدر عليه لان المواطين ولف 300 ولف 330 درهم ولف 350 درهم الان الدهب كيتقام باكتر العرض عدنا ذك الشي اللي كان عدنا باش نقول كينش جديد اقتانيناه من بعد هاد المدة دي العشرة ايام اتناشر ايام باش فتحناك ما كينش الجديد احنا ما اقتانيناه تشي جديد ولكن الناس عندهم دهب راكين الباركة كين السوق هادك الشي اللي عند الناس راهم تحاولوا يبيعوا ولكن ما كتلك راه الشاري هو اللي قليل ماشي اما العرض راكين الحمد لله را في استطاعة الانسان ياخد هادي ولا ياخد اخرى ولا ما ياخدش عن ديناه ياخد عند الاخر وياخد علاق الدو ولكن حتى القدرة الشرائية دي الناس كتبالينه مازال ما قادرش على السوق احنا كانت فائل الخير وحنا غادين حسب ما رسامته لنا الدولة احنا غادين مع الاحتياجات ومع المواصفات اللي هي كينة دا باغ ومع الاقتراحات اللي كتقتر علينا الدولة احنا غادين لحسب الوقت اللي كانت توقع السوق انه ما شاء الله احنا ماذا اقول الناس صادفوا صادفوا عطلة والناس صادفوا عيد اضحى قدامهم ومن بعد عيد الاضحى الناس عندهم موليدات طبعا انهم كانوا في واحد الموجة دي الجائحة كيبغيوا يخرجوا كذلك الناس مغايش يقاي يفكروا في كنتا قاعد يفكر في الإطار اللي عنده في السيارة ولا في الإطار دي السكن اللي هو فيها اللي واخذها بالإطار ولا بالكريديات اللي هو عنده انترى ما كيوصلك الانسان الا كيما تنقولوا لكانت خضرة فوق طعامي لا شيط عليه شوية دي الفائد ممكن يزور كنتا ولا يزور لاخر ولا يزور لاخر هذا واللي اللي تيفليا والله أعلم لا تنساش تابونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هزبريس